ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أنه من المقرر أن تطرح الحكومة الإسرائيلية على الكنيسة قريبا ميزانية عام 2025 والتي تتضمن زيادة باهضة في الانفاق على الحرب وأعباء ضربية جديدة أضافت الوكالة أنه من المقرر أن يتم عرض خطة الانفاق البالغ 163 مليار دولار على الكنيسة للموافقة عليها وأضافت الوكالة الأمريكية أن الانفاق على الحرب يبلغ نحو 6% من الناتب المحلي الإجمالي وأوضحت أنه تم تحديد هدف العجز المالي في العام المقبل عند 4.3% من الناتب المحلي الإجمالي وسوف يكون الانفاق على الحرب هو البند الأكبر حيث يبلغ إجماليه 117 مليار شيكل وهو أعلى بنسبة 80% من خطة ما قبل الحرب لعام 2024 ترجمة نانسي قنقر